ونقدر نستخدمها عدد معاني تأتي بمعنى عنوان خطاب براعة أو عنوان خاطبة أو جمعة خلينا نعرف شلون نستخدمها المثال في جملة وتأتي بمعنى لقد ذهبت من هذا العنوان لقد ذهبت من هذا العنوان ركز على اللفظ الصحيح لأن راح تجينا بعض الأسئلة يطلب من عندك كيفية لفظ بعض الكلمات وبعض الجمال الكلمة 22 كلمة admit طبعا مرت علينا سابقا admit تأتي بمعنى يعترف يعترف admit أو سمح بدخول أو قبل سلم أو اتسعى ل admit admit نأخذ مثال على كلمة admit they were they were too scared they were too scared they were too scared to admit الجملة سهلة سهلة جدا لكن أركز معا جيدا they were too scared to admit what happened to them كانوا خائفين جدا من الاعتراف بما حدث لهم they were too scared خائفين جدا too scared خائفين جدا to admit to admit من الاعتراف أن يعترفوا what happened to them بما حدث لهم what happened to them they were too scared كانوا خائفين جدا to admit من الاعتراف what happened to them نأخذ الكلمة اللي بعدها اللي هي كلمة adult adult تأتي بمعنى بالغ راشد أو خاص بالبالغين adult adult مثال I had I had lost I had lost my best friend لقد خسرت صديقي العزيز أو صديقة العزيزة the girl I had grown into an adult with الفتاة التي كبرت معها حتى البلوغ لقد فقدت أعز صديق لي I had lost my best friend I had lost my best friend لقد خسرت أعز صديق لي the girl الفتاة the girl I had grown into I had grown into an adult with الفتاة التي كبرت أو بلغت معها أو كبرت معها حتى البلوغ grown into an adult with good نأخذ الكلمة البعدها effect effect تأتي بمعنى أثر في قلدة تكلفة أثر في أكثر شيء طبعا تأتي تظاهرة أو شعور أو عاطفة effect effect your attitude will affect how successful you are سيؤثر سلوكك على مدى نجاحك your attitude سلوكك will affect سوف يؤثر يؤثر how successful you are على مدى نجاحاتك كلمة البعض كلمة add add جمع ضم أضاف وتأتي بمعنى معدل add we would like to add our congratulations we would like to add our congratulations congratulations we would like to add our congratulations congratulations we would like to add our congratulations نود أن نضيف تهانينا جيد الكلمة البعض ها again again مرة أخرى ردا على أو ثانية she got she got up and then sat down again نهضت وجلست مرة أخرى against against ضد أو اتجاه أو بالمقابل مثال على هذه الكلمة he gave evidence against me against me he gave evidence against me قدم أدلة ضدي evidence أدلة evidence أدلة against ضد me against me ضدي he gave evidence against me قدم أدلة ضدي كلمة بعدها agency agency وكالة وكالة أو قوة أو قسم إداري مكتب تجاري وواسطة وكالة أو قسم إداري agency she is working she is working for she is working for an advertising advertising agency إنها تعمل لصالح وقالة إعلانات advertising agency وقالة إعلانات she is working for an advertising agency إنها تعمل صالح وقالة إعلانات خلينا أخذ الكلمة البعض ها age عمر سن أو عصر أو دهر أو قدم age مثال في جملة الآن الكلب يبلغ الثالث عشر لثلاث عشر سنة من العمر the dog is thirteen years old good ننتقل الكلمة الأخيرة اللي هي رقم ثلاثين كلمة agent agent تأتي بمعنى عامل عميل أو وكيل أداة ممثل نائب عميل سري لديها مجموعة من المعاني نقدر نقول وكيل أو ممثل أو حسب الجملة اللي تجي بها كلمة agent this has been confirmed this has been confirmed to me by the legal agent تم تأكيد هذا لي من قبل الوكيل القانون legal agent legal agent وكيل قانون legal agent this has been confirmed to me تم تأكيد لي تم تأكيد ه لي by the legal agent ممتاز الآن راح نبدي بالسؤال الأول استعد جيدا وركز وابدي جاوب على سؤال كل سؤال على حدة واكتب الأجوبة بالتعليق السؤال الأول ترجم هذه الجملة للغة العربية هذه الجملة ترجمها للغة العربية اكتب سؤال رغم واحد وإجابته اكتب الجملة بالعربي معنى هذه الجملة she is gone from this address she is gone from this address الآن اكتب الإجابة على هذا السؤال الأول she is gone from this address she is gone from this address ممتاز طبعا اذا ما عرفت الإجابة انتقل للسؤال الثاني مو مشكلة رح ترجع تراجعها بعديا بالتسلسل وتبدي مباشرة بالاختبار وتسوي الاختبار مرة ثانية اذا خلن انتقل للسؤال الثاني عدنا كلمة ادمت ترجم هذه العبارة رح تطلع عدنا الآن للغة الإنجليزية يعني نكتبها باللغة الإنجليزية ويستخدم باستخدام الفعل ادمت استخدم الفعل ادمت بهذه الجملة كانوا خائفين جدا من الاعتراف بما حدث لهم شلون نكتب هذه الجملة باللغة الإنجليزية مرت علينا قبل قليل استخدم كلمة ادمت في تكوين هذه الجملة كانوا خائفين جدا كانوا خائفين جدا اكتبها اول شي كانوا خائفين جدا من الاعتراف بما حدث لهم نعم اكتب الإجابة الآن نفس الحال هنا اذا كنت تعرف الإجابة اكتبها وحاول بيها واذا كنت ما تعرف الإجابة بعد ما نخلص كل الاختبار ارجع راجع الدرس مرة ثانية سؤال الثالث adult adult شنو اريد من عندك اكتب معنى هذه الكلمة اريد منك معنى كلمة adult واستخدم ها في جملة adult adult شنو معنى كلمة adult نعم اكتب الإجابة واستخدم ها جملة خلي انتقل للسؤال الرابع طبعا اذا قبل ما ننتقل اذا كنت تحتاج الوقت اوقف الفيديو اكتب الإجابة ثم استمر كيف تلفظ هذه الجملة راح تطلع لدينا جملة طبعا اريدك انت تقرأها بالطريقة الصحيحة هذه هذه الكلمة بعدها الكلمة ممتاز اقراها كيف تلفظ هذه الجملة باللغة الإنجليزية هنا راح نطيكم مساعدة راح نقراها سوى طبعا بس حاول انت اولا ان تقراها لوحدك جيد حتى تحفظها وترسخ عندك كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل افضل فلنروح للسؤال الخامس اكتب معنا كلمة اد واستخدمها في جملة يعني كون جملة واستخدما كلمة اد فيها ايضا اكتبها بالتعليق سؤال السادس ترجم هذه الجملة اللغة الإنجليزية باستخدام الفعل او كلمة again نهضت وجلست مرة اخرى هي نهضت وجلست مرة اخرى كلمة again استخدمها بجملة اول شي امطيني معناها وبعدين استخدمها بجملة كلمة again اروح السؤال السابع against against المطلوب منك ايضا نفس السؤال اللي قبله ما هو معنى كلمة against امطيني معناها واستخدمها بجملة against ما هو معنى كلمة against اكتب الاجابة واستخدمها بجملة خلن نروح للسؤال الثامن ترجم هذه الجملة للغة العربية ترجم هذه الجملة للغة العربية ايضا اكتب الاجابة بالتعليق خلن نروح للسؤال البعد سؤال التاسع ترجم هذه الجملة للغة العربية ما هو معنى هذه الجملة ترجم هذه الجملة للعربية ترجمة نانسي قنقر